بعد إعلان طبعا الفيفا الأجندة الدولية في أكتوبر ونوفمبر الخبر بيقول أنه طبعا نواجه اتحاد الكرة أزمة بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا مواعيد الأجندة الدولية للمنتخبات في شهري أكتوبر ونوفمبر اللي جايين إن شاء الله وهو طبعا بيضع الجبالية في مأزق وصعوبة إنهاء مسابقة الدور المنتاز في 30 أكتوبر زي ما كان متفق عليه أعلن الاتحاد الدولي طبعا توقف للمنتخبات منها المنتخب على المستوى الأفريقي في أكتوبر خلال الفترة من 5 إلى 13 أكتوبر وتوقف آخر في شهر نوفمبر خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر وفي نفس الأمر المنتخب الأول اللي طبعا طلق تأكيدات من المسؤولين في الاتحاد الأفريقي بأنه حيتم إلغاء معسكر أكتوبر للمنتخبات وعدم وضع أي مباراة رسمية فيه وكان أعلن الاتحاد الدولي لقرط القدم المواعيد الجديدة للأجندة الدولية بعد تغييرها في الفترة الأخيرة نظرا طبعا لتوقف النشاط الرياضي لفترة طويلة جدا جدا بسبب فيروس كورونا أصدق الفيفا بيان رسمي قال فيه إن تمت الموافقة بالإجماع من قبل المجلس على مجموعة من التغييرات على جداول المباراة الدولية بسبب الوضع العالمي الناجم عن طبعا فيروس كورونا أضاف البيان إن تم استبدال فترة المباراة الدولية اللي كان مقرر رقمتها بدءا من 31 أغسطس الجاري إلى 8 سبتمبر المقبل بفترة تانية تبدأ من 24 يناير حتى 1 فبراير 22 وأوضح الفيفا إن القرار يسري على جميع الاتحادات القرية بسنسناء طبعا الاتحاد الأوروبي للكرة القدم اللي ويفا ومشيرا إنه لا يوجد الزام للعبين من الاتحادات الأعضاء في سبتمبر طبعا المشكلة بيقع فيها الاتحاد الكورونا نتيجة تغيير المواعيد بالنسبة لتواريخ المباراة على المستوى الأفريقي بس الوردة دي حطوا فيها الاتحاد الدولي فأنت النهاردة تنظم أجندتك علشان تشوف بقى تنطلق إمتى للموسم الجديد صحيح يعني هو كان من المقرر أن الدوري هيقلص 30 أكتوبر أعتقد المعاد دوت مش هيكون مناسب أو حيتم تعديل المعادة نتيجة طبعا للأجندة الدولية الجديدة وبالتالي حنشوف إن شاء الله مأزق جديد الله يكون في عونهم طبعا اللجنة الخماسية ربنا يكون في عونهم إن شاء الله طيب نروح للأجندة